الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله و صحبه الطيبين الطاهرين وعلى من يتبع هداه و رضي عنهم إلى يوم الدين مرحبا بكم أيها المشاهدون في هذا البرنامج خير الكلام و من قناتي بينونا استقفني مشهد اليوم حقيقة هذا المشهد كان له تأثير على المحيطين حوله مشهد عن رجل مشهد يتعلق برجل هذا الرجل كبير في السن توفي لما توفي حزن الناس عليه القريب و البعيد الكل حزن على فراق ذلك الرجل لماذا لماذا يحسن الناس على فراق ذلك الرجل لماذا أرى في وجوه الناس الحزن أنهم لن يروا بعد ذلك ذلك الوجه الرائع ذلك الوجه المؤمن ذلك الوجه الذي قد استنار من الخلق الرائع الأدب الرفيع و حسن التعامل أنتم شهداء الله في خلقه ما يبقى للإنسان إلا الذكر الحسن و لا يبقى للإنسان إلا السمعة الطيبة ما يبقى للإنسان إلا ذلك الأثر الرائع الذي يجعله في نفوس الآخرين لما نذكر الشيخ زايدة ترحم عليه و نشعر أنه حي في قلوبنا في حياتنا لماذا لأثره الرائع لأثره الرائع أنه ستكلمون عنه كأنه حي بيننا لماذا لقلبه الطاهر النقي و لأفعاله النجرة الرائعة لبصماته لآرائه لأقواله لأفعاله و لذلك يبقى الإنسان في هذه الحياة أعماله تحكم عليه بمدى بمدى أثره و مدى كذلك ما يؤدي من من عمل نقول رحم الله أولئك حقيقة بفراقهم يستشعر الإنسان أنهم فقدوا جزءا عظيما في في حياتهم لذلك على الإنسان أن يترك بصمة بصمة طبعا لا يرائب لا يسمع لكن بأخلاقه بإيمانه بسمته بهديه بنقاء قلبه بصفاء سريرته بحرصه على المجتمع ذكر كان أو أنثى ذكر كان أو أنثى هما في العمل على أساس واحد لا فرق بين ذكر و أنثى إن أكرمكم عند الله أتقاكم علو المنزل علو الشأن لا ينظر فيه والله هذا أحمر ولا أبيض ولا رجل ولا امرأة لا ينظر إلى من أنت من أنت ما هي أعمالك ما هي أقوالك ما هي أفعلك لما نتحدث عن المرأة و إنجازاتها كذلك البعض يظهر أن المرأة ليس لها الحمد لله نحن في دولة الإمارات تهي على نهج تجعل المرأة ذلك المقام و الشأن و الإسلام هكذا جعل للمرأة مقاما و منزله عندنا سورة باسم سورة النساء و عندنا سورة باسم الرجال و كذلك كما هناك سورة اسم إبراهيم و محمد صلى الله عليه وسلم و السلام جميعا كذلك عندنا سورة اسمها مريم لما تنظر في قصص القرآن انظر مثلا في قصة موسى و انظر في قصة عيسى و انظر في تاريخ سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم و على الأنبياء كلهم كل الصلاة و التسليم تنظر في قصة موسى عليه السلام من كان في حقيقة في احتوائه في احتوائه امرأة فرعون انشأته حفظته سعت في الحفاظ عليه حتى نشأ و شب امرأة من كانت سبب في احتوائه لما خرج قالت احدهما يا أبا تستأجر ان خير من استأجرت القوي الامين قوي الامين كانت امرأة امرأة كانت هي السبب لما تنظر في قصة عيسى عليه السلام تجد ان هناك امرأة كانت هي السبب في ايجاد ذلك النبي و في تكوينه امرأة صالحة طرفع الله من قدرها و من شأنها هناك امرأة تنظر في قصة الرسول صلى الله عليه وسلم كان نشأته عند حليم السعدية تربى تحت يد امرأة اخذ منها تلك المعاني خمس سنوات من الرجولة و شجاعة و القوة و الكرم تربى على ذلك صلى الله عليه وسلم بل كان لها تأثير حتى في بعض قرارات الرسول صلى الله عليه وسلم قضايا عامة كما في صلح الحديبية و مو السلم و قفة المشهود الرائع في هذا الجانب سطر التاريخ كذلك في كتاب الله سبحانه جل وعلا قصة بلقيس ملكة أوتيت حكمة لما أرسل سليمان عليه السلام رسالة إلى بلقيس و إلى كذلك إلى شعبها انظر إلى موقفها و موقف اللي منحولها من المستشاري و زراء قالوا نحن أول قوة وأول وأول قالت هي بعقل حصيف بحكمة راشدة أنا برسل لم هدية و ناظرة بما يرجع المرسلون أنا برسل و أشوف الأثر كيف أنظر إلى البعد الأقل الناطج الكبير تنظر كيف ردت الفعل من سليمان ثم حقنة الدماء حقنة الدماء بأقلها الراجح و لذلك المرأة لها شأن و لها و لها مقام هي الأم هي البنت هي الزوجة هي الأخت هي المعلمة هي الطبيبة هي في كل مكان كان لها ذلك الأثر اعتنى الإسلام بالمرأة حتى في الحقوق لما تنظر في الحقوق تجد سبحانه الله الإسلام راعة لماذا لأن نظر الإسلام إلا بعض أولاك العقول ينظرون إلى الولد العز و القوة و الرجول و الشجاعة و الحمية و الرجول و ولد و العز و لكن المرأة يمكن فضحة يمكن كذا و يمكن هو لازم يصرف عليها و وين بتطلع فبالنسبة إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا و هو كظيم يتوارى من القوم يعني كيف بشر بنت لا شوف الإسلام أعطى دفعة قوية جدا أي المرأة قال هن لباس لكم يا خي أنت المحتاج لها قبل ما تحتاج لك أنتم لباس لهم من على أخت من على جاريت من على بنت شوف كيف حق الأم من حق الناس و صحب قال أمك ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال بعد ذلك قال قال أبوك جعل الجنة تحت لزم رجلها فثم الجنة لماذا حتى يعطي ذلك المقام لتلك المرأة لكي يضع لها ذلك الإنصاف لذلك في مقام العدل والإنصاف في باب الرفعة عند الله عز وجل الناس سواسية الناس رجول المرأة كم كانت تلك النساء الرائعات أمثال عائشة و فاطمة وأمثال تلك يعني اللي كان لهن أثر في المجتمع من علم و فاطمة و مكان قد فاقت كثيرا من الرجال نأخذ فاصل ثم نواصل بعد ذلك مرحبا بكم أيها المشاهدون من جديد و مع ضيفي حلقتنا فضلة الدكتور عمر شاكر الكبيسي حياك الله فضل الدكتور حياك الله معنا في هذا البرنامج الله يحفظك شيخ طالب الله يزيخنا اليوم حديثنا عن عن صانعة الرجال و الأجيال عن تلك المرأة التي يعني كان له ذلك الشأن و التي لربما البعض قد ينظر إليها بعين البخص و إن كان الحمد لله هذه النظرة لا تكون الآن إلا عند القلة و لا يذكرون الحمد لله الآن المرأة بوأت صارت وزيرة و صارت وكيلة و صارت مديرة و صارت يعني في كل مجال نجد لها باع و نجد لها مكان و نجد لها و لكن نحن نتكلم عن مرأة هنا ل يعني نريد أن نتطلق إلى إلى عدة جوانب في هذا الباب من باب يعني النظر في بعض جوانب المرأة في بعض جوانب و لن نستفي كل ما يتعلق بمرأة في هذا البرنامج و في هذا الوقت و فضلي الدكتور المرأة وضع لها الإسلام تاريخاً و سطر لها مواقف عظيمة جداً سواء كان في كتاب الله أو في سنة رسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر التاريخ أو سطر التاريخ لمواقف مشهودة رائعة للرجال في بيان الحق و في الثبات على الحق و كذلك أنا أتكلم في المقدمة قلت يعني لما ننظر مثلاً في تاريخ و في قصة موسى عليه السلام نجد الذي احتوى موسى في البداية منذ صغره هي امرأة في مواجهة فرعون و لما خرج و وصل إلى البئر قالت يا أبتي استأجر كانت امرأة و بعد ذلك كذلك في قصة عيسى عليه السلام تجد أن من كان في نشأته هي تلك الأم الرائعة الجميلة هي مريم عليه السلام ثم نجد في تاريخ نبينا صلى الله عليه وسلم في بداية نشأتي كان مع حليمة السعدية تعلم الرجول و شجاعة و الكرم و الأخلاق و السجايا الرائعة و إن كان قد أدبه الله سبحانه جل وعلا و حفظه المولى سبحانه جل وعلا و لكن كان لها تأثير كذلك إذ تربى في بادية حليمة السعدية التاريخ يشهد كما سطر للرجال كذلك سطر للنساء و الحديث إليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة و السلام على سيد المرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين الحقيقة شيخ طالب قضية الحديث عن المرأة هي ليست قضية جديدة و لا هي تجدد أشياء في ذكراها مع انطلاقة الإسلام و بعثة النبي صلى الله عليه و سلم و إنما الحديث حقيقة عن التمايس و سواء كان العرقي أو غيره بين الذكر و الأنثى يعني كان عبر أجيال و أمم خلت من قبل و إلى يومنا هذا تجد أنت هناك يعني بعض الأمام المتحضرة بعض الأمام التي تدعي مثلا تطورا و تقدما تنظر إلى المرأة بنظرة دونية بالرغم من أنها هي تدعي الانفتاح و ما شابه ذلك المشكلة يا شيخ طالب في قضية النظر إلى المرأة القرآن عالجها بطريقة جدا راقية المجتمع البشري أو العقل البشري ينظر إلى المرأة من خلال الهوى و من خلال الغريزة و من خلال الشهوة النظر القرآنية تنظر إلى المرأة كمخلوق له دور بناء في استقامة الحياة جميل في استقامة الحياة و لذلك أنت تشوف القرآن الكريم يتحدث عن الوالدة و يتحدث عن الأم ذاك كانت أول عناصر التكوين البناء للمرأة أن تعد كأم لأنه هذه الأمومة حقيقة نحن نعرف مدى اهتمام كل الشرائع فيها اهتمام كل البشرية بها و خصوصا اهتمام الإسلام تشوف القرآن الكريم يتحدث عن والد والوالدات يرضعنا أولادهن و في مقام آخر النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي هذا الرجل يطلب الجهاد يقول ألك أم؟ قال نعم قال اذهب فالزم قدميها فثم الجنة هناك إذن هناك أم و هناك والدة الأم هي الأنثى أو هي المرأة التي تحسن إدارة الأجيال لأن ليس كل والدة أم كل أم قد تكون والدة لكن ليس كل والدة أم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هي الأم بلما نظر إلى معناها يعني هي التي تجمع اخ تقول الأرض هي الأم تجمع الناس كما ورد في أثر و إن كان فيه مقال لذلك حقيقة أنت تشوف كل الأبناء قد يختلفون في حبهم في ميلهم في غرائزهم إلا على الأم الأم هي الجوهر حقيقة الذي من خلاله تستطيع المرأة أن تبني ولذلك إحنا نشوف القرآن الكريم أشار إلى قضية المرأة كإعداد تربوي أنا وإنت شيخ طالب ممكن نشتغل أكثير شغلات لكن ما نقدر يعني المرأة تقدر تقوم بدور الرجل يعني نشوف كثير من النساء لما مات أزواجهن جلسنا على أطفالهن وربينهم أحسن تربية لكن قليلا من الرجال من يستطيع أن يجلس على أبنائه بدون زوجته لأنه لا يستطيع أن يربي ولذلك الرجل اللي جايس أل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشرت إليه في مقدمة الحديث أنا دائما أقول نعم ثلاثة أرباع البر كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم للأم لكن أنا أقول يا ناس خلي ننتبه إلى المعنى التربوي الذي يتضمنه الحديث لمن يأتي الرجل يقول من أحق الناس بصحبتي يعني شنو من أحق الناس بصحبتي يعني يا رسول الله من أولى الناس بتربية أمي أم أبي فقال أمك ثم من قال أمك ثم يرجو أن يكون الأب أو العم أو الخالة قال ثم أمك إذن ثلاثة أرباع التربية ثلاثة أرباع الإعداد للأجيال للأمم هي عن طريق من عن طريق الأم ولذلك شوف شيخي القرآن الكريم يقول وَإِذْ أَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ النَّحْل يعني كلمة إذا أطلقت ممكن أن تستخدم معها الذكر يقول جاء النحل وجاءت النحل اثنين هات صح في اللغة القرآن الكريم من يتحدث قال وَإِذْ أَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أن أن اتخذي من الجبال بيوتا إليش استخدم اللفظ الأنثوي لأنه لما كان المقام مقام بيوت وتربية أراد يشير إلى أن المرأة هي التي تتولى الإعداد العناصر البارزة في حياتنا وفي مجتمعاتنا إنما هي صنيع نساء أحسن صنع هذا الرجل أنا أجزم أن الرجل الذي ينجح في حياته لا بد أن تكون وراءه أما صحيح بنته بشكل مستقيم والرجل الذي قد ينهار أحيانا أو الذي أنهار قد يكون فقد وعاء الأمومة سواء كان بوجودها كوالدة أو بغيابها تماما بالموت إذن حقيقة إحنا نرجع ونقول الآن مثلا الفرق بيننا شيخي أو بين المجتمعات التي تدعي التحضر المجتمعات الغربية أنه نحن ننظر إلى الأم على أنها قداسة والقرآن الكريم يوصيني بيها ويجعل لا جهاد ولا تعب ولا شقاء يساوي قداسة الأم يعني خليني أتأمل هذه يعني شيخي إن سمحت لي القداسة الأم وخليني أرجع أنا إلى الغرب كيف ينظر ليش الغرب الآن يبحث عن عيد للأم وليش إحنا ما عدنا عيد للأم إحنا ما محتاجين عيد للأم ليش لأن من اللحظة الأولى التي تصير فيها المرأة أما كتب علي أن أكون برا بها كما قال عيسى وبرا بوالدتي ولذلك نشوف شيخي إحنا إنه الإسلام من يتحدث لك عن قضية الأم وقضية البر بشكل عام يقول لك وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا تعال شوف للأم شنو عناصر الاحتفاء والتكريم لدى القرآن الكريم ولدى المسلمين بشكل عام كتابا وسنة لقداسة الأم أولا تكريم الأم كعنصر أم بالبر مطلقا ليس لك أن تخالف الأم فيما تأمرك أو تنهاك عنه كان ذلك على مزاجك أو غير مزاجك لا يجوز لك عصيان أمر أمك إلا إذا كان أمرها لك يتعارض مع عقيدتك وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تضعهما أو أمرتك بضرر يلحق بالناس حتى لو أمرتك بشيء يتعلق بك تحمل لكن أن تأمرك مثلا بضرر الآخرين هنا لا تردها لا تردها وإنما تتلطف في قضية التعامل مع أمرها الضار ولذلك القرآن الكريم لما جاءت أسماء بنت أبي بكر قالت يا رسولة إن أمي مشركة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمي بالرغم من أنها مشركة لكن القرآن لم يقطع وشائج الصلة بين الإنسان وبين أمه لأن الأم لا حق واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا مقام عقائدي في المقام الأول ثم مقام الوالدين ومقام الأم بالتحديد المسألة الثانية شيخي في قضية قداسة الأم اللي يخلي يفهموها أجيالنا ومجتمعاتنا إحنا ما ننتظر أعياد إحنا في كل يوم أنا ما أعيد مع أمي ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل في بيت كل مننا بابان من أبواب الجنة إذا كان الوالد أوسط أبواب الجنة كما في الحديث الصحيح وإلزم قدميها فثم الجنة هناك أنت شد دور جهات والدور باب أنت في بيتك من أبواب الجنة مفتوحة أقدام أمك وأبوك فلزمها وتعبد الله سبحانه وتعالى بطاعتها إياك أن تجادل في قضية أمر تتعلق بالأم لأن إحنا عندنا التوحيد خط أحمر عندنا الوالدين وخصوصا الأم خط أحمر ولذلك من يجي رضا الله عز وجل في رضاهما من يجي شيخ النبي صلى الله عليه وسلم في رضاهما من يجي النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر هذه الحادثة يعني شيخي في الحديث الصحيح أن رجلا من بني إسرائيل اسمه جريج صحيح جريج كان يتعبد الله سبحانه وتعالى في صومعته وجاءت أمه تناديه يا جريج كان يصلي الرجل لا هو قاعد يشوف تلفزيون ولا أم أنطر يخلص المباراة بكلمج ولا الحين لا هو في عبادة مع ربه فاشتهد يا رب أكمل صلاتي في النافلة تطوع تطوع أكمل صلاتي أم أرد على أمتي أيهما مقدم حق الله أم حق الأم هو اجتهد وهداه اجتهاده إلى إيش إلى أن حق الله مقدم فأكمل الصلاة انصرفت الأم قبل أن ينتهي جاءته في اليوم الثاني يا جريج فاشتهد بنفس الطريقة وقدم حق الله على حق أمه في اليوم الثالث كذلك فدعت وإحنا ننتبه إلى قيمة الدعاء دعاء الأم له قداسة لا يردت ولذلك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي كل هذه القداسة للأم ثم يقول ثلاثة لا ترد دعوتهن ويذكر من عدها دعاء الوالدي لولده فما بالك بدعاء الوالده لكن شوف هنا المرأة هذه ماذا فعلت وابنها ماذا يفعل يتعبد ربه لا هو لاهي عنها بزوجته ولا هو لاهي عنها بماله ولا لاهي بمباراة ولا لاهي بأي شيء وإنما هو مع ربه مع خالقه واجتهاده مع ربه فقال قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه الممسات الله يبليه الله يبليه فاتهم وحملت مرأة واتهم الجريج بأنه هو الذي وقع عليها شوف إحنا موطن الشاهدوين الله سبحانه وتعالى يدري أن جريج ما عق أمه وإنما فضل حقه على حق العبد لكن لكرامة الأم ومكانتها استجاب الله دعاءه ولأنه اجتهاده كان في مكانه براءه الله بأن أنطق الطفلة حينما ولد وقال أنا ابن الراعي وليس ابن جريج دكتور أحن أرجع بك الآن عن هذه الأم تكلمت الموضوع رائع جميل وهو حق الأم وهذا الحق الجزء لا يتجزأ من الإنسان لنفسه والله سيحاسبه على عن هذا الجزء وعن هذا الأمر الهام وعن هذا الباب العظيم لكن أتكلم عن صناعة تلك الأم أرجع إلى كيف أنا أصنع أمًا كيف أصنع أمًا يعني أنا أنا في بيتي الآن طيب هذه البنت التي عندي هذه البنت التي عندي سوف تكون أمًا سوف تكون معلمة سوف تكون طبيبة ستكون مسؤولة أنا كيف أصنع هذه لماذا؟ لأن هذه ستكون أمًا ستكون كذلك في أي جانب من الجوانب بلقيس لما كانت ذات عقل حصيف أنقذت وطنها من إيش؟ من حرب وحقنت الدماء يعني كانت كادة سليمان أن يأتي إليهم ولكن الأتباع والمستشاريين اللي عندها قال نحن أقولوا قوة وأقولوا بأسي شديد يعني شوف لكن لا أني مرسلة إليهم بهدية شوفوا كيف العقل الحصيف لكن هذا العقل الحصيف خرج من تربية خرج من تربية كما أن الرجل إذا رأينا رجلا يعني كان هذا عقل وأدب وخلق نقول هذا تربيت بيت وكذلك يعني تربية هنا نرجع إلى كيف نربي هذه البنت أو هذه الأم وكيف أكد الإسلام على ذلك وكيف جعل ذلك الثوب والجزاء لمن أحسن في باب التربية التي ذكرتها فضل الدكتور إحنا شيخي إذا أدركنا المعاني القرآنية في التعامل مع المرأة وتصورنا مثل ما قلت قبل قليل وجهة النظر في النظر إلى المرأة على أنها كائن لإثارة الرغبات والغرائز يعني معلش أنا مرات أطلع شوية بس رجعني أنت يعني أنا قبل كم يوم شفت يعني مقطع يتحدث عن عرض النساء في باترينات ليه هذا يتكلم عن حرية المرأة أو عن مدرس بالضبط المرأة في فرنسا في الفلبين في كذا اللي مثلا هذه يتقول لك أم الحضارات وما شابه ذلك إلى الآن المرأة في بعض الأحيان لا تساوي الرجل لا في إرث ولا في مال ولا ما شابه ذلك القرآن الكريم أنصف المرأة ونقلها نقلة نوعية من حيث لا توجد شريعة ولا يوجد قانون عامل المرأة كما عاملها الإسلام لكن إحنا الفرق بيننا وبينهم أنه ننظر إلى المرأة كعنصر تربوي عنصر تربوي هم يريدون أن يجعلوا أن يلحقوا الشقاء بالمرأة بحيث تعمل عمل الرجل وزيادة أنا قلت لك قبل شوية إحنا ممكن نسوي أي عمل والمرأة ممكن تقوم تسوي أي عمل نقوم به لكن لا أنا ولا أنت عندنا القدرة على تعويض الأبناء حنان الأم وتربية المرأة هذا الرجل خلي الأم تسير تنشغل وتأليس عند العيال يطلع لقرون زي وطلع تقرون إيه لا 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 أنت هذه قضية إيه قم وتتحمل عند الأم أنت روح تسوي هي شغلك الآن تشتغل مذيعة وتشتغل واعظة وتشتغل مهندسة وطيارة وكل شيء لكن روح تشتغل أنت أم ما تتحملها ما تحملها نهائيا لأن الأم هي الوحيدة التي تتفهم أنين طفلها وتتلذذ به ولذلك إحنا الشيخين نرجع لسؤالك الرائع إحنا الآن محتاجين إلى أمهات إلى نساء إحنا عدنا إعداد المرأة عنصر حتى تصنع الأجيال محتاجين نكونها بنت ونكونها أم ونكونها أخت ولكل دوره يعني أنت شوف القرآن الكريم نجي يا أخت هارون يعني إحنا إلى الآن معتزب بالنساء بالأخوات أخت فلان أنا يعني في كل بلد أخوان شمى يا أخت هارون القرآن إلى آخر الأمر شاهد الكلام أنه إحنا أهم نقطة شيخي أهم نقطة تتعلق بالتكوين البناء لتربية المرأة هي الإعداد العاطفي الإعداد العاطفي أنت في مقدمتك الجميلة ذكرت بأن الأمة العربية وكثير من الأمم لا زالت إلى يومنا هذا تتوارى من القوم من سوء ما بشرت به إلى الآن إحنا عدنا بعض الناس يفضلون الذكر على الأنثى والحقيقة إحنا عدنا القرآن الكريم من قوم من أعطى ريادة أعطاها للرجل ولم يعطيها للذكر فهناك امرأة بمئة مليون ذكر صحيح العبرة مو بالذكورة العبرة بالإعداد وبالتربية وبالتقديم وبالعطاء لذلك شوف شيخي النبي صلى الله عليه وسلم ركز كثير كما هو القرآن الكريم على الإعداد العاطفي شوف نأخذ فاصل ولموقف عن الإعداد العاطفي أيها الله هذا الإعداد العاطفي يحتاج فاصل صحيح نبقوا معنا أيها المشاهدون ثم نواصل بعد هذا الفاصل مرحبا بكم أيها المشاهدون جديد و مع فضل الدكتور عمر شاكر كبيسي دكتور أنت وقفت وقفة أو أنا وقفت وقفة في الموقف العاطفي أصل مع الوقفات العاطفية الإنسان ما يوقف بل يكمل للمسيرة حتى ينار الثمرة فالتكوين العاطفي يعني دكتور يعني شيء كبير وعظيم جدا لدى المرأة وإذا المرأة فقدت العاطفة لم يكن لها عطاء ولن يجد الإنسان من عندها كذلك عطاء بل تنقلب إلى مخلوق آخر صح والحديث بليكم شوف المرأة المرأة أشبه بالوطن الله أكبر لذلك يعني أنت شوف الذكر أو الإنسان بشكل عام ذكر أو أنثى يولد بين أحضان المرأة ثم ينتقل إليها زوجا يعني هو يدور من ولادته إلى نهايته بين إيش؟ في رعاية وفي أحضان المرأة شوف في القرآن يعني بدأ بحاجة الرجل إليها هن لباس لكم وأنتم لباس لكم يعني قدم الرجل تعالى أنت أنت بالضبط لأنه ما ولذلك شوف شيخي النبي صلى الله عليه وسلم نحن مثل ما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم ليش أقول لك المرأة مثل الوطن الإنسان من يعشق المرأة أما وحتى يعشقها زوجة أختا بنتا ما يقدر يستغني عنها ما يقدر يستغني عنها يدفعه شوف أنت الإنسان من يغادر أي بلاد تجد الحنين يجره إلى الوطن وأجمل ما في داخل الوطن في أسرته إيش أمه وزوجته وعياله هذا شيخي هذه النظرة العاطفية ما موجودة في الأمم الأخرى ما موجودة في الأمم الأخرى نقول لك إحنا شيخي الآن مثلا من تتحدث أنت عن قضية العاطفة اللي ذكرناها الإنسان ما يقدر يبني وطنه إذا ما تكون عنده عاطفة تجاه هذا الوطن في الحب ولذلك أنت النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل الصحابة من مكة إلى المدينة وعانوا من الحنين العاطفي لمكة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد لأنه إحنا معنا الكلام ما نقدر نبني ولن أسس إذا ما يكون حبنا لوطننا حب مستقيم في صدورنا كذلك هو الأمر بالنسبة للمرأة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى قضية الحنان وتوفيره من قبل الأم والأب للبنت منذ الصغر النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يجلس إلى جوار رجل فيجي الولد فيحتضنه ويقبله ويجلسه إلى يمينه ثم تدخل البنت فيجلسها عن شماله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنصفت بينهما قال حتى تقبلها مثل ما قبلته أنت قبلت الذكر ولازم تقبل الأنثى ولذلك إحنا شيخ عاني مرات من وجود انتكاس عاطفي لدى الكثير من بناتنا تشوف مثلا البنت ربما تنحاز أو تجتذبها بعض الكلام من قبل شاب من قبل ذكر لأن افتقدت هذا الأمر في البيت افتقدت هذا الأمر في البيت ولذلك لا أنا أوجه كلامي للآباء أنتوا لا تعتقدون بأنه اللمسة والقبلة للبنت وضمها هذا شيء البنت من تكبر تستغني عنه لا وإنما هي تبقى بأشد الحاجة إليه خصوصا من قبل أبيها بعض الآباء مع الأسف عدهم أنفة وعدهم نوع من التعالي أنه ما يجي ينظر إلى البيت ويأخذ الولد يلا أتعلم الرجولة كذا كذا والبنت ما يأسسها لدورها وهو دورها التربوي في بنائك أنت كأب البنت هذه من تطلع أنت ترفع راسك بها البنت هذه من تخطأ أنت توطي راسك بها ولذلك حقيقة نقول يا أخت فلان يا أخت هارون لأن كانت مصدر فخر ولذلك بنتي وأختي وأمي وزوجتي يجب أن تنال القسط العاطفي من قبل الذكور لأن المرأة ما لم هي كتلة عاطفية المرأة كتلة عاطفية ليس لك إلا أن تمسح غبارا عليها فتنفجر هي ببراكين العاطفة وإلا قل لي هو الذكر وبلاوي من يتحملوا غير المرأة أي والله يعني أنت شوف الرجال وغلاثته مثل ما يقولون اللبنانيين ووكاحته من يتحملوا تتحملوا بس المرأة جيب أنت أي مخلوق آخر جيب أخوك جيب ابن عمك جيب أختك ما تتحملك إنما تتحملك إيش تحملك زوجتك وتتحملك المرأة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليش يوصي نبيهم يا معشر الذكور يا معشر الرجال يعني لا يفرق مؤمن مؤمنة أنت مو مجرد أنه شفت من عدها شيء وهجرتها وتركتها لا يفرق مؤمن مؤمنة بل خيرية شوف رسول صلى الله خربط خيرية الرجل بحسن تعاملهم عن مرأة بل ضبط خيركم خيركم أحسنت يعني أنت الرجل كرجل لأن يعرف فضلك وقدرك إلا بحسن تعاملك مع أهلك فضل الدكتور المرأة كان لها ذلك الكيان الرائع وذكرت أن الأم لها أهمية عظيمة جدا في تكوين حقيقة أو في إيجاد هذا المجتمع المرأة يعني أنا أطلع برسالة الدكتور يعني هي كما أن الأم لها رسالة وهي مسؤولة يعني أنا أتوقع الدكتور أن هي المحاسبة في تكوين هذا الرجل أن هذا الأبن الذي سيكون رجلا بعد ذلك يتحمل مسؤولية يبني وطن يحفظ الدين يسعى في إيجاد الخير كذلك نريد أن هذه المرأة كما نريد أن تكون كما هي طبيبة تكون هي معلمة تكون في أي مجال نريد أن المرأة المرأة العاملة كما أنها تنجز بإخراج جيل رائع وكذلك له دوره وقيمته وأثره كذلك ما يتعلق في عملها هذه المعلمة كما أن المعلم مخاطب بأن يكون يخرج لنا جيلا كذلك أنا أقول هذه المعلمة لما تتعامل مع الطالبات هي ما تتعامل كطالبة تتعامل معها ناس تربي أجيال بعد ذلك فدورها عظيم جدا لا تستهين هذا المعلم بعملها عملها عظيم جدا كذلك هناك طبيبة يعني هذه الطبيبة الآن لما تقوم بهذا الجانب هي الآن هي أصدر هي مصنع للإنتاج الرائع من الأجيال لذلك لما تقطحم عمل الأصل أنها كذلك كذلك الإبداع كذلك الإبداع في إيجاد جيل رائع وله قدرته وله تحمله وله قوامه شوف الشيخ طالب إذا أردت أن تحكم حقيقة على المجتمعات وعلى الأجيال فانظر إلى المرأة ودورها في بناء المجتمع الآن إحنا المرأة عدها نوع من التطلع أن تخليها بأي مكان ممكن أن تبدع فيه لكن أنا المرأة حينما تكون في البيت حينما تكون في الدائرة في العمل في الوظيفة طبيبة وما شابه ذلك أولا هي أسقطت واجبا كفائيا في قضية تصديها لبعض الأعمال التي لو لم تتصدى لها هذه المرأة لآثمة الأمة يعني مثلا الآن المرأة لما تشتغل طبيبة نسائية وتوليد أو طبيبة أسنان وتجي بنتي وزوجتي وبنتك وزوجتك وأخت فلان وكذا بدل ما تروح على طبيب تضطر مثلا لخلع ما تتحفظ عن خلعه لا تروح على مرأة والمرأة هي وتبدأ وتكون وبالذات أنت تتفهمها المرأة وتتفهم يعني مشاكلها أكثر من تفهم الذكر له هذا واحد الأمر الثاني إحنا نقول يعني الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم فاخر بالنساء الأنصار قال نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين كانت المرأة تتطلع حقيقة إلى أن تجد لنفسها شيء من الريادة في قضية التوجيه العلمي في قضية التوجيه الوظيفي النسيبة صحابية كانت تقاتل وكان النبي صلى الله عليه وسلم كانت الدبع النبي صلى الله عليه وسلم تدافع عنه وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم شاهد الكلام شيخي بأنه إحنا الآن نركز على قضية الإعداد التربوي أنا من طلعة المرأة موظفة في كل جوانب الحياة تبقى هي المرأة المربية شوف هذه المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك نحن نأخذ الأبعاد التربوية أنا وافدة النساء إليك وأرى أن القرآن يذكر الذكور يخص الذكور أو يخص الرجال بالجهاد والقتال والشهادة ولم يذكرن في شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى الرجال قال أرأيتم امرأة كهذه أو كما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تدافع عن حقوقها فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطمئن خاضر المجتمع العربي في ذلك الوقت هو مجتمع بناء ومجتمع بناء في إطار في إطار التربية البيتية التي أرجو ألا تبرأ منها المرأة ولا تعتبرها نوعا من العار أن تقول بعض النساء أنت شنو مهنتك ربت بيت شو أنا ربت بيت لا ربت البيت فخر استحنا دكتور أنا معاك أنا معاك شيخ بس أنا أقصد أن المرأة إذا خرجت للعمل طبيبة أو مهندسة أو مهما كانت لا تنظر إلى الجانب التربوي في بيتها الإعدادي للأبناء وللزوج على أنه أقل لأنه الزوج إن لم يلقى إعدادا جيدا من زوجته سيزل بينما المرأة لا تزل حتى وإن شغل عنها زوجها تبقى أثبت منه في قضية التعامل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حسن تبع لكنا لأزواج كنا يعدل ذلك كله طيب دكتور نحن نقطة هامة جدا ما أدريك أن باك في الوقت لأظنه قليل لكن نريد هذه المرأة إن خرجت أن تكون كالرجل الذي خرج كيف يحافظ على نفسه أن ينظر إلى الضوابط التي لا بد أن نريد المرأة أن يكون لها أثر لكن كذلك لا نريد أن تكون المرأة كذلك يعني إن خرجت فتكون بذلك الموقف المشرف موقف المشرف وأن لا تكون كذلك هي عرضة بيد أي أحد يتلعب بها بمعنى كلامي إيش يعني هذه المرأة لها ذلك القيان الرائع والمقام الجميل الذي جعلها الإسلام وأكد عليه الإسلام نريد هذه المرأة أن تكون بانية حقيقية بحيث أنها تنظر إلى جميع الضوابط كيف تتمسك بمبادئها كيف تتمسك بمبادئ الحياة بمبادئ الأخلاق الرائعة التي تخص المرأة كيف تأخذ بهذا وكيف تكون عاملة تمزج هذين الأمرين فتنتج عملا تبني به أوطانا وتصنع أجيالا كم دقيقة لك أنت كم واقع أظل لي ويد عندك شيخ كويس 3 دقائق ويد 3 دقائق زين شوف شيخي إحنا من نتكلم يعني أنت الآن تسألني أنا كواعظ أمثل جانب ديني أتكلم لك أنا وفق المنطق القرآني والمنطق النبوي الذي لا يقبل الجدل ولا يقبل الريب ولا الشك أبى من أبى ووافق من وافق إحنا الآن لما تجي المرأة تريد تعلم لازم يكون في ذهنها شيء أنه أنا ذاهبة للعمل في فرق شيخي في العمل الآن في العاملات أن تذهب للعمل أو أن تذهب للاستعراض أنا لما أروح أأدي أأدي عمل في مؤسسة خدمية أنا علي واجب أقوم فيه ولذلك اهتمامي كل وين يكون يكون في الواجب الذي كلفتني به الدولة من أجلي أن أقوم به مش استعراض قصدك مش استعراض في ملبس ولا في مظهر يعني أنا شيخي لما مثلا أروح يعني مع احترام أنا ما قاعد بس بن أروح وأشوف وحدة متزينة على الآخر كأنها صالت دارتها كأنها صالت دارتها أنا أنشغل فيها ما أنشغل بالعمل الله يحفظك الدور الله يحفظ ما يحفظ الجميع زين الآن إحنا شيخي الشيء الثاني الضابط الثاني أن تخلي المرأة تفرق بين الغاية التي ذهبت من أجلها للعمل بأنه هي رايحة تنجز وتأدي رسالة وظيفية قد لا يقوم بها سواها هذه مسألة حتى تنتقل من قضية أداء العمل مقابل الأجور إلى عمل مقابل الأجر الأخري كذلك دنيوي وأخري الأمر الثاني شيخي أن نتحفظ بمبادئ الإسلام يعني مثلا إحنا الآن لما أراجع موظفة يعني مثلا أنت من تكلم موظفة في كلمة وإحنا العراقي قلت لك الله هل عيني ومرحبا عيني واللبنانية شون أنت في ديت ألبك كلام اللطيف وكتو أبرني ومدري إيش هذا الكلام أنت كمراجع أو كإنسان آخر أنا موضد أنه تصير المرأة ملاكمات وعضلات بس يا جماعة إحنا مجتمع عربي لديه من الغرائز التي تتأثر بمنطق المرأة مثلا أنت كذا وابتسامة ومدري إيش ابتسامة أوكي بس مو إلى الحد إلى التخضع الله سبحانه وتعالى يقول ولا يخضعنا في القول أنا ضد حتى بعض الأحيان يتصون بعض الهذا يتصون على شيخ طالب مرأة يا شيخ طالب أنا أحبك في الله شيخ أحبك في الله الله يحبك إن شاء الله بس مو وقتها على الهوى والله أنا أنت حد قالت لك أنا أحبك أنت تكيف وأنا أكيف طبعا لما تقول للمرأة أني أحبك بس يعني إحنا كل موظف قاعد بالدائرة يروح يطبق هذا يقول الله أني أحبك في الله أني أحبك في الله هذا اللي فيه ببادئ دكتور لابد أن سواء كأن الرجل المرأة حينما تخرج للعمل تخرج للعمل لا لشيء آخر لا لا لاستعراض ملابس ولا لا لاستعراض زينة ولا لا لاستعراض عطور وما شابه ذلك وإنما البناء يكون بتحديد غايته بأنه هي خارجة للعمل المنطقة اللي قاعد نشوفها شيخي اليوم في المجتمعات أنه كثير من النساء هي خارجة من أجل إيش إذا كانت الشنطة مالتها بعشر وبخمسطعش وبعشرين دكتور الحديث الجميل ورائع وأنا أتفق معك حول هذه المبادئ نحن نريد من ورآة تعمل لكن لا نريد أن تخرج عارضة أزياء أحسنت أولا نريد كذلك أن يستشرفها الشيطان نريد للمرأة أن يكون لها أثر في البناء ما أنت خرج ونتخلي الشباب يتركون عمالهم ويلحقونها وينضلسون معها فتبقى هذه الإشكاليات هي موجودة وذلك وضعت سياسات حقيقة رائعة وجميلة في أن كما أن الرجل يجب عليه أن يلتزم بأداب ما ينشغل بنفسه كل وقت بغترة بثوبة ومدر إيج ويترك العمل مجرد أن يتعطر وصير يتسولف وينكت مع ربع كذلك المرأة لما تخرج تنظر لتلك المرأة بحشمتها فتشكر لها حشمتها وعفتها وحيائها وإنجاز معالي إنجاز العمل نحن نريد المرأة أن تعمل ولكن كذلك نريد لها الحفظ وأن تكون حافظة لنفسها حافظة لغيرها أشكرك فضل الدكتور على وجودك معنا فحديثك جميل رائع وإحساسك المرهف كذلك له أزاك الله خير أزاك الله خير يقوم به الرجل وتقوم به المرأة سطر التاريخ لنساء رائدات كنا شامة وعلامة بارزة في العمل الخيري سواء كان ما يتعلق بدفع مال أو بعمل تتطوعي يؤد بذلك إلى خدمة الإنسانية من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته كان ذلك الرجل وكانت لك الفتاة التي كان تأتي بالطعام حتى سميت ذات النطاقين لأنها تأتي بالطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت هي المعينة للنبي صلى الله عليه وسلم من كانت تلك المرأة العظيمة التي واست الرسول صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم لا ينصى فضلها أبدا هي خديجة رضي الله عنها وأرضاها أم المساكين زينب وعائشة تلك العالمة الفقيهة المتصدقة التي كانت إنسانا في فعل الخير سطر التاريخ لنساء كنا شامت في فعل الخير وفي عصرنا أم الإمارات الكل يشهد لها بتاريخها الإنساني في خدمة الإنسانية أمنا أخواتنا نساؤنا لا بد أن يكون كذلك لهن دور ريادي في العمل التطوعي كل حسب مجاله وحسب جهده وحسب كذلك ما يسع به الجهد والوقت ما أجمل أن نكون من رجال الخير والنساء من نساء الخير نلقاكم إذن الله عز وجل في حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر